بوادر استياء ديبلوماسي غير مسبوق داخل البيت الأبيض من الطريقة التي تعامل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مجريات الحرب في غزة إذ كشفت صحيفة واشنطن بوست أن عشرين موظفا إداريا طلبوا عقد اجتماع مع كبار مستشاري بايدن مع دخول الحرب أسبوعها السادس لا يوجد أي دولة بما في ذلك الولايات المتحدة لديها تأثير كاف في هذا القتال فالإسرائيليون والفلسطينيون يتصرفون بشكل مستقل وفقا لآرائهم التي يتمسكون بها ونظرتهم التاريخية ولكن ذلك لا يعني أنه لا يجب المحاولة فعلى أمريكا ودول أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا العمل على لعب دور في التوصل لمستقبل يسود فيه السلام في غزة بشكل قائم على حل الدولتين موظفوا البيت الأبيض المستؤون طرحوا العديد من الأسئلة على مستشاري بايدن ركزت على ثلاث نقاط وهي معرفة استراتيجية الإدارة للحد من عدد القتل المدنيين والرسالة التي تريد هذه الإدارة الأمريكية إرسالها بشأن هذا الصراع بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة رؤية الإدارة للمنطقة بعد الحرب الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكين يسيراني على خيط الرفيان يوميا على الساحة الدولية فمن الصعب جدا عليهم الإدلاء بأي تصريح أو اتخاذ أي قرار دون إغضاب الكثيرين في العالم وفي الحزب الديمقراطي وداخل البيت الأبيض وهذا الأمر يصبح أصعب مع التظاهرات للطلاب وصغار السن بعد مشاهدتهم لهذه الصور المرعبة وتشير التسريبات الصحفية إلى أن إدارة بايدن كانت حريصة على عدم انتقاد إسرائيل علنا حتى تتمكن من التأثير على قادتها سرا وذلك في ظل ضغوط ما لستها واشنطن على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين ومع دعوة بايدن للمضي قدما نحو حل الدولتين بمجرد انتهاء الصراع في قطع غزة ضغوط داخل البيت الأبيض والمجتمع الأمريكي يبدو أنه ما دفع بايدن بشكل أو بآخر وفقا لمراقبين لتغيير نبرته المساندة لإسرائيل دون قيد أو شرط عند اندلاع الصراع إلى لهجة أكثر صرامة جعلت الرئيس الأمريكي يلوح بتغيير موقفه من الدعم غير المشروط لحكومة نتنياهو بالقول إنه قد يصبح قابلا للنقاش خلال الفترة المقبلة دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات مجد يازيجي سكاي نيوز عربية واشنطن